اشتركوا في القناة السيارة ما يحتاج عن التعريف منزل مقطع مواصفات لكن اليوم بحتي عن بعد شهر من الاستخدام السيارة ما شاء الله ما شاء الله راحة وساع تقنيات شكل داخلي وخارجي بصراحة يعني تبت ما شاء الله مقارنة بالشاحنات المنافسة الفرد لاريت باور بوس تعطيك 430 حصان الثلاثين حصان هي الكهرب 6 سلندر 3.5 لتر السيارة ما شاء الله وسع وراحة وتقنيات وكهرب ومولد وينارة يعني السيارة معك بجميع الحالات الى اليوم لازال عليها الطلب بشكل فضيع 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 جدا جدا ما شاء الله السيارة معي بالخطوط بالطريق لدرجة اني نمتبه لدرجة اني شغلت شاشة الموتر ما شاء الله 7.2 كيلو واط من الكهرب يعني ركبوا معي راعين سيارة ركبوا معي راعين سيلفرادو ما شاء الله يقولون يعني فرق فرق وكمجرب من السيارة بصراحة هذا ولا بل فرق الى اليوم لازال الفرد رقم واحد بصراحة مقررة بالرام الرام بصراحة ما عرفت الا من تالي من الجيل الجديد لانه اللي قال انا بثبت على الثمانية سلندر هذه مفتاحة السيارة ما شاء الله يعني فخم فخم بجميع الحالات بجميع المواصفات ما شاء الله ما شاء الله يعني ابتل اقول لك زي انتبه كل شيء ومواصفات وتقنيات رهيبة رهيبة جدا هذه بصراحة انا توحشت منه يوم تمطر قلت يمكن يجيه التماس ولا يجيه شيء لكن الحمد لله ما شاء الله زي اللوت وشفت مقطع كعن كافر يقول يشغلت بيتي بهذه يقول شغل بيتي ذات ايام بالفرد في مية وخمسين ما شاء الله ما شاء الله هذي بصراحة استخدمتها مرة اللي هي المقاشات المتر مرة وحدي بس طبعا المواصفات والتقنيات مقارنة بالمنافسين بصراحة هي يعني ما شاء الله كمستخدم السيارة مشتا الف كيلو بنزين الف كيلو بنزين ما شاء الله مية ريال يمشيك خمسمية كيلو مع الهايبرد الهايبرد تقريبا يعطيك مية وعشرين كيلو إضافي 11.3 لكل لتر وفي ميزة أيضا إلى منك قربت من السيارة تشتغل إنارة الخارجية المحيطية يعني هذا شيء مميز ما شاء الله تحسن سيارة هاي كلاس بالنسبة للداخلي بشراحة أنا ضعت مع الجملي والأسود والجنز والخشب يعني شكل شكل راقي راقي جدا جدا ما شاء الله عندك شقف البانوراما وين تلقى شاحنه شقف البانوراما وكلها الرفاهية والوسع ما شاء الله ما شاء الله وبالنسبة للفتحات التخزين يعني من كثرهم بلشت يعني خليت منديل هنا ومنديل هنا ومنديل هنا يعني ما شاء الله بكل جخر ما شاء الله ما شاء الله بالنسبة للسماعات من تجربة ما شفت مثل صفاوة سماعاتها وتحسن اللي تشغله قاعد مجنبك ما شاء الله عندك سماعات هنا والسماعة فوق راسك والسماعة قدامك والسماعة تحت بالنسبة للطاولة بصراحة ما تسدحتها هلا مرتين مرة هناك شوار ما أنا وخويي ومرة أوريهم بطاولة والمرة الثانية هذه عشان بس المقطع ما شاء الله ما شاء الله نجي للي وراء بالنسبة للي وراء ركبوا معي ناس ذو وزن ثقيل وطول عريض وأحجام جميع الأحجام ما شاء الله ما حد اشتكها ما شاء الله لدرجة أني أنا شخصيا نمت هنا رحت لريال ورحت كشتبه ورحت خيمت ورحت وما شاء الله نمت هنا وساع وساع يعني أبتل أقول لك وسيع ما شاء الله طبعا المنافذ والمداخل والشواحن جميع السيارة كاملة بكل مكان تبي تشحن تبي تشغل تبي اللي ينتبي ما شاء الله معك قوة ومعك باور ما شاء الله ما شاء الله عندك بطارية قدام وبطارية تحت السيارة وبطارية هنا اللي هي السبع فاصل اثنين المساحة والتخزين بكل مكان ما شاء الله ما يعيقه شي ما شاء الله عندك هذه يعني من وسعه ما شاء الله ما صفتها وسيع وسيع بمعنى الكلمة ما شاء الله حطنا هنا قش يكفي يعني خزن كل شي ماشاء الله ماشاء الله والله بصراحة يعني أبتل أبتل أقول لكم ما نوم الطلبات عليه وكثرة الطلبات قال لي عليه ماشاء الله ماشاء الله بسم الله نوخر قال لي ما تستخدمنا وإذا ما تدنوامت ولا مرة بوري واحد من عياله ماشاء الله ماشاء الله نيجي للتقنيات التقنيات أبنزل مقطع بإذن الله كل اسبوعين تفاصيل جميع المزايا الحالة بالنسبة لللي هو وضعيات القيادة حطيته على اللي هو الساند حلو لا منك حطيته على الساند المميز به ان السيارة من نفسه هي اللي تبرمج الدفلك وتبرمج الثقيل او الخفيف وتفكلك منع زناك وتزين كشي غير الاعدادات اللي انت زينها مثلا حين لاجيتها بكشت انا مثلا لا صار اشي ثقيل شغلت الدبل الثقيل وكملت اما لمنه هو يتحكم بصراحة مميز انا بصراحة معارضة اللي هو التقنيات وهذا لكن ابوها الميزة وفلحت معي ما شاء الله بالنسبة للشاشة بسم الله ما شاء الله الشاشة موصفة تدعم الاندرويد والابل بالنسبة للابل الاندرويد يعلق معي انا كتجربة شخصية يعلق معي ويحوم تبدي بس انا مخلي مقترن بلوتوث والباقي على ما هو عليه بالنسبة للتقنيات والمواصفات اولا منك شريت سيارة يجي مع كتاب الحين لا قالوا ابحث اللي ينتبي ونزلك صار كتاب مبرمج هنا بالنسبة لاللي هو المولد اذا بغيت تشغل المولد هذا هو معطيك الحين يقول جاهزة اقل من الفيل اجي تشغل المولد تضغط هذه وتترك السيارة ابدا تتركها ثلاثة ايام اربع ما عندك شكال المولد شغال شغال بالنسبة لهذه ميزة الانارة المحيطية الخارجية صراحة ميزة مميزة للي بيكشت للي بيخيم وتبطي معك يعني ما تقول والله اصبر بشغل السيارة عشان ما تقذي البطارية بالنسبة للتقنيات والهذه كلها اشياء عادية بوه الابل بلاي والاندرويد والنفيكيشن ما شاء الله النافيكيشن صراحة جميل جميل جدا صار بدأ يحدث من الانتر اول بعض المركبات لامنك شريته هيقول لك تعال جبها للمعرو عشان نحدث القارمن لكن الحين صار خلاص بالنتر اللي هنا واللي فوقك وبصراحة انا اللي مضايق صدري ان ما حطوا ثلاجة دقيتا على هنري فورد يطلع معنا بصراحة قلت وراء ما حطيت ثلاجة ما رد علي لكنه هذا اللي يعيق السيارة ولا الباقي كله زي اللوز بصراحة وسيعه وسيعه جدا مادري شزي حتى نصصه حطين مكان لنصصه حطين مكان للبطاقات ويعني حطين مكان للكمامات وسيعه وسيعه جدا يعني ما استغل لوا بصراحة حلو اذي ميزة اللي والسلك حطين لك فتحه عشان تمد السلك فمنشبه للمخازن وهكذا يعني بصراحة ابتل اقول لك المخازن اللي بوه مليانة ابتل تقول مليانة مليانة ما شاء الله ما شاء الله بسم الله ننطلق جلانط إلكتروني وكله اعدادات يعني إلكترونية ما شاء الله والموتر يعني ابتل اقول لك فخم فخم ما شاء الله ما شاء الله معك بجميع الحالة تبي قوة تبي عزم تبي تحمل تبي تشيل تبي تشغل تبي تفزع تبي تجر ما شاء الله ما شاء الله يعني موتر روع روع ما شاء الله ما شاء الله وبالنسبة للراحة مقارنة بالشاحنات منافسينه هو الريح ليس من حدثي ذا من حدثي كذا واحد جرب وركب وساق كل يمدح راحته بمقارنة منافسينه ما شاء الله الان سيارة اشتغلت هايبرد الان عن الكهرب الان احنا برقيها هو ما يشتغل الا حسب السرعة وحسب الوزن هو يوصل الى 60 وعادي مثلا نثبت السرعة العالمية الحين يشتغل عادي تثبت السرعة العالمية ويشتغل كهرب لين تنتهي البطارية بالنسبة للعزم ما شاء الله يعني عزم عزم قوي قوي ما شاء الله وش اللي طاح لكن كتجربة بصراحة مشان الف وخمسين الف ومية الف وذا وانا ساكن ببريدة يعني ما نبب زحمة يعني لو زحمة ممكن يمشي زود وبالنسبة لللي قول هل تشحن الكهرب لا الكهرب يشحن يا طويل العمر حطيلك هنا لمنك ضربت فرامل ولمنك دعست يشحن الكهرب هذا المميز به يعني هذي بصراحة هذي اللي يتعلمك قال أنت ماشي على الكهرب يقول مثلا الحين أنا على البنس لمنك دعست يشتغل لهذا يقول هايبرد لمنك تركته رفعت رجع بنزين يشتغل هايبرد حسب البنس يقولك تراكه حين تمشي على الكهرب بصراحة هذي ميزة حلوة يعني لا مني دعست ولا مني مثلا الحيني هو يقول هايبرد ما ربت فرامل يقول شارت قل لي حون يشحن يعني بصراحة حلو حلو هالفكر هذي الموتر بسم الله هي ما شاء الله أبتل أقول لك موتر موتر ما شاء الله ما شاء الله كاميرا 360 صراحة الكاميرا ذي انفعتها انفعتها بشي بشي كثير هذي اللي هو ركبتها القلس تشيك عليها هذي للكاميرا الخلفية طبعا الكاميرات 360 وبالفرد أكثر من 360 يعني أبوريكم بس اللي هو عدد الكاميرات يعني كثير كثير جدا جدا ما شاء الله ما شاء الله طبعا ضربت فرامل اطلع لك اللي هو عين اسمكي هالظاهر وذي عين وحده وذي 360 وأيضا تعطيك اللي هو الداعم يعني مثلا تقول حينة بامشي لامنك لفيت لف معك شمال اللي هالوفو يبان انت بتناظر الزاوية ذي تبي تناظر اي زاوية تبي تناظر اللي وراء يعني بصراحة فخمة يعني مميزات تنفعك جدا بصراحة يعني ما دل ما دلش اقول يعني ما شاء الله أبتل اقول ما شاء الله ما شاء الله موتر يعني كامل المواصفات طبعا جلنط إلكتروني مع اللي هو الإنارات الجنبية سيارة مليئة مليئة بالإنارات ومليئة بالقوة مليئة بالعزم معك بكل حاجة ما شاء الله ما شاء الله وهذه فقط يعني تغطية سريعة بيوم التأسيس عشان بس قلنا فاضين الصبح ورما ننزل مقطع وهذه كانت التغطية عن الـ اثمين وخمسين لارية باور بوست والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللي عنده أي أسئلة أي شيء عن الفمئة وخمسين بإذن الله أبنزل كل فترة مقاطع سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر